اشتركوا في القناة من عدد واحد الاربعة بيسكر لنا الكديس متى في تلك الساعة تقدم إلى يسوع تلاميذه قائلين من هو الأعظم فدعى تفلا وأقاموا في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن اتضعى مثل هذا الصبي فهو هذا هو العظيم في ملكوت السماوات غريبة أن ييجي في فكر التلاميذ ويتسأل من هو الأعظم في ملكوت السماوات أو من هو الأعظم مع أن ربنا يسوع المسيح أعلمهم وعلمنا تعلموا مني لأني وضيع ومتوادع القلب وكانت إجابة ربنا يسوع المسيح بأسلوب رائع جدا أقام طفلا في وسطهم وقال لهم الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فالإجابة واضحة لكي يكون الإنسان عظيما في نظر الله ولكي يكون متحو من الله وليس من الإنسان لابد أن الإنسان يرجع ويصير مثل الأطفال نصير مثل الأطفال في إيه؟ ما فيه عيال بيعملوا دوش في الكنيسة وبيخربوا في الكنيسة وفي بيتهم بيعملوا مشاكل في المدارس فهل هي الموضوع المطلقة يعني إيه موضوع الأطفال بيقصد إيه المسيح وأني صفات موجودة في الأطفال أول حاجة نرجع ونصير مثل الأطفال في الاتضاع في توضعهم لأن المسيحة لنا النهاردة فمن اتضع الحياة الأبدية أو تمتعنا بملكوت السماوات في هذا الهر الحاضر وفي الظهر الآثي أيضا يقول الكديس سبحانه وتنتهي رحلاتنا إلى ذلك المناء الهادئ نخلي بالنا من تعبير الكديس سبحانه فمن الزهب نجاهد أن نغرس أم الفضائل وهو التواضع أو الاتضاع وفعلاً وفعلاً الفضائل بترتبط ببعضها البعض ولما الإنسان بيكسب فضيلة أسهل عليه يكسب الفضيلة اللي بعضيها واللي بعضيها وبعض الأباء شباهوا الفضائل زي السبحة حبات السبحة دي مجموعة الفضائل والخيط اللي بيربط حبات السبحة هي دي فضيلة الاتضاع بحيث أن هناك ممارسات كثيرة بعض الناس ممكن يقولوا عليها فضائل بس لو ما كانتش فيها فضيلة الاتضاع ما تبقاش فضائل زي الفريس اللي دخل يصلي كان صاحب فضائل بيصلي وبيصوم وبيدفع العشور لأنه ما كانتش عنده اتضاع وبيتكلم بكبرياء في صلواته اللهم أشكرك أني لسه مثل باكو الناس أصوم يومين وعشر أموالي ولا مثل هذا العشور شايفين ما فيش حتة الاتضاع بل فيك برياء وضع فخرج غير مبرر فالممارسات اللي بيمارسها إن كان صوم وصلى وعطاء دي فضائل عظيمة جدا لو مصحوبة بالاتضاع وأول حاجة نتعلمها من الأطفال فضيلة الاتضاع فمن اتضع مثل هذا الصبي فهو العظيم في ملكوت السموات تاني حاجة نتعلمها من الأطفال نصير مثل الأطفال في الثقة في كلام أبيهم والاتكال عليه وطاعته لأطفال الصغيرين عندهم ثقة كاملة جدا في والديهم الأب والأم ومعندهمش التفكير والخوف والإطراب لما بيكبروا وبيبتدوا يمروا به ففي حياة تسليم عجيبة جدا يعني لو نشوف مثلا لو في أب ماسك إيه بإبنه وبيعبر به الشارع طبعا الأب لازم يبقى منتبه وكلنا مرنا بالحاجات دي أو الأم نبص يمين ونبص شمال ونشوف الإشارة حمراء والخضراء والصافراء الحاجات دي كلها نخلي بالنا كويس جدا ومش الواحد بس يخلي باله ويتوقع أخطاء الآخرين وإزاي تفاداها مش لأنه الإشارة خضراء الواحد يمشي نوماتا لما جايز واحد سكران جايز واحد تعبان جايز واحد مش فاهم وماشي في الاتجاه الخاطئ وبيعلمونا كده لما نيجي ناخد مثلا رخصة السواق فتلاقي الأب أو الأم مسكين إيد الولد وعملين يبص كويس يبص على هالولد دوت وبيعبر الشارع أمال يتمطط ويلعب ويبص مين وشماله ومش شاغل باله خالص بموضوع العربيات وموضوع الإشارات والحواليه هو أبوه ماسك إيده أو أمه ماسكة دي فهم متطمن جدا عنده ثقة واتكال وطاعة هذه الثقة والاتكال والطاعة ربنا عايزنا يتعلمها من الأطفال نتعلم منهم تواضعهم ونتعلم الثقة والاتكال والطاعة ولما نشوف الكلام دوت في حياتنا لو فعلا طبقناه تبص تلاقي إلى صاحب الفضائل دي التواضع والثقة في كلام الله والاتكال عليه وتعته إنسان فعلا بسيط وإنسان قوي وإنسان حكيم وإنسان متكر على ربنا وتلاقي كل أمور تصير معه في بساطة أو في محبة كاملة دالت حاجة ممكن نتعلمها من الأطفال البساطة البساطة في تصديق كل شيء غيرت لما بتشوف حد كبير بيصدق وعنده بساطة نقول ده قلبه زي قلب الطفل بس طبعا البساطة تحتاج لحكمة البابا الشنود اللي عبارة رائعة جدا يقول الإنسان المسيحي إنسان حكيم وإنسان بسيط في نفس الوقت فالمسيح لما قال لنا يكونوا حكماء كالحياة وبساطاء كالحمام عايزنا نحمل الصفاتين مع بعض صفة الحكمة وصفة البساطة ويكمل سيدنا ويقول هو يكون حكيم في بساطته وبسيط في حكمتها بعدين قال تعبير لطيف جدا قال لأن البساطة بدون حكمة هي عبط وسزاجة والحكمة بدون بساطة هي مكر والدهاب شوفين الفضائل ازاي تتمشي مع بعض الإنسان المسيحي لابد أن يكون حكيماً وبسيطاً في نفس الوقت ففي حكمته يكون بسيطاً في حكمته وفي بساطته يكون حكيماً في بساطته أو بسيطاً في حكمته لأن الديفنيشن في الفكر المسيحي ما هي الحكمة الحقيقية هي الحكمة الممزوجة بالبساطة وما هي البساطة الحقيقية البساطة الممزوجة بحكمة لأن الحكمة من غير بساطة مكر ودهاء والبساطة من غير حكمة عبط وسزاجة نحن عايزين نأخذ صفة البساطة من الطفل والمسيح بيقول لنا هنا الرجوع إلى التفولة اللي لم ترجعه وتصيره مثل الأطفال الرجوع مثل التفولة ليس تراجعا إلى الوراء التعبير بحبه جدا الرجوع مثل التفولة ليس تراجعا إلى الوراء لكنه نمو نحو التفولة البسيطة الرجوع مثل الأطفال ليس تراجعا إلى الوراء ولكن نمو نحو التفولة البسيطة فالإنسان الكبير قد ينتفخ في ذاته وكل لما بيكبر وجهز مركزه يكبر وجهز إمكانياته المادية تزيد وبص تلاقي يفقد بساطة ويبقى إنسان يعني مش حكيم ولا بسيط ممكن يكون إنسان لئيم ممكن إنسان يكون متكبر ممكن إنسان يبقى متعب في تعاملاته مع الآخرين نرجع وصير مثل الأطفال في الاتضاع في الاتكال والثقة والطاعة وفي البساطة وفي كل شيء في البساطة الممزوجة بالحكمة ننربعا نرجع ونصير مثل الأطفال في تقبل التعليم والتوجيه إزاي الإنسان فعلا يتعلم من الأطفال البابا شنود يقول الأطفال دي زي السفنجة تديها معلومات تأخذها وتمصها تديها الحان تديها حفظ آيات تديها مثلا فضائل تديها تديها تقعد تستوعب والحاجات تتخزن عندهم ويبتدوا إيه طلعوها وفي السن بتاع الطفولة ما فيش الجدل والمناقشة والمقوحة بيقبلوا كل حاجة هو أصله عنده ثقة في أبيه وعنده اتكال وعنده طاع وعارف أبوه بيحبه قد إيه ففي ذهنه البسيط البريء عارف إن كل اللي بيقوله بابا وماما صح لذلك لما بنغلط إحنا قدام أولادنا اللي بيعتبر إن الأب والأم المسأل الأعلى بنسبالهم بيحصل لهم حالة إحباط شديدة جدا وبيجوا يقولوا كلام دسعات أنا ما كنتش متخيل بابا بالنسبة لي ده يعني ربنا على الأرض وبعدين يشوف عصر عشكرا في نفس الإنجيل النهاردة المسيح بيقول هو حد يعصر هؤلاء الأطفال الصغار كان خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحة ويرمي نفسه في لجة البحر يعني يعني ياريته مكان يتولد خالص ويعلك في عنقه حجر رحة ويرمي نفسه في لجة البحر عشان يختص ما يقبش كفاية بقى أنه أعصر الأطفال ليس عايزين عصرات تانية للأطفال لهذه الدرجة طبعا كناية على خطور تعصرة للأطفال فالطفل لو كان من طبيعته أنه يصدق بابا وماما ويصدق في تعليمهم وفي توجيههم فلازم نحن نكون نموذج حسب توقعاتهم وفعلا ساعتها يقبلوا كل حاجة نقولها لهم قديس بسيلس الكبير يقول إن كنا نتطلع إلى تعليم ربنا يسوع المسيح كطفل تحت التدريب لا يعارض معلميه ولا ينازعهم إنما بثقة يقبل التعليم في ذهنه وبرغبة في التعلم إن كنا بنعمل كده لكلام الكبديس بسيلس الكبير إن كنا نتطلع إلى تعليم ربنا يسوع المسيح كطفل تحت التدريب لا يعارض معلميه ولا ينازعهم إنما بثقة يقبل التعليم وبرغبة في التعلم لو كان ده منهجنا لو نحن بنعمل زي الأطفال لو هنرجع ونصير مثل الأطفال أي نتقدم إلى مستوى الطفل العالي في تقبل التعليم والتوجيه يبقى فعلا إحنا بننفذ وسيط المسيح النهاردة إن لم ترجع وتصير مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماعات نمرى خمسة نرجع ونصير مثل الأطفال في التسامح المطلق الطفل من طبيعته ما يحتفص في قلبه بأي ضغينة ممكن يتخانق بسرعة بجنة شكاوي من الجيم لما العلب تلعب ممكن يتخانق بسلعة وجايز عبال لما الكبار يتدخل ويبتد يتكلم تلاقي العالة صالحة نفس العالة تخانقت وبالعب تاني في نفس الوقت فيش دقائق ثواني طفل عنده تسامح مطلق فالطفل لا يحفص في قلبه بأي ضغينة واستشاجر مع غير ومن الأطفال يسارح بعضهم بعضا بسرعة قديس أمبروسيس بيقول إن كان الأطفال سرعان ما يتشابرون معا لكنهم أيضا سرعان ما يعدون يجتمعون معا بصداقة عظيمة إذ هم ليعرفون السلوب بمكر وخداع مش كده المسيح بيقول يرجع وصير مثل الأطفال والحقيقة سعاد بنشوفها في حياتنا العملية تلاقي فيه اتنين كبار اتخنق جايز من عائلة واحدة وجايز من عائلات وجوه الكنيسة يعني مش جوه الكنيسة بتخنق من النوع قاد انه مختلف يعني فبصت لقي عايزين يفرضوا على العيال الصغيرين إنه برضو يبقوا متخنقين وماكلوا مش بعض والعيال ولا هم هنا أنا ما لهم البابا مختلف مع أنكل فلان فبصت لقال العال بيلعب مع بعض وهفن مع بعض ويجي والأم العيال ما تلعبش معه ليه باب ومام ما دلوك وحلوين أو معانا كويسين هيعد يقول له بقى عشان أبوه عمل معايا كذا لا لا دعي لوحش ويروح خبط في العائلة كلها الحيال ولا هم هنا ويستمر رو شفتها أنا مع بعض عائلات في حتة الخدمة اللي خدمت فيها كثير في أمريكا قعدوا الكبار مختلفين لسنوات كثيرة والأولاد ولا مدين اهتمام للبابا وماما وأنكل وطنت هم بيلعبوا مع بعض ومبسوطين مع بعض وكبروا وخلصوا الهاي سكول ورحوا الجامعة وقعدوا على اتصال ببعض وبعدين في أحد أفرح بتاعتهم اتلقيت حتى الأولاد أو شباب بقى بقى رجالة كبار وصابوا بعض من سنوات كثيرة ولسه الأب والأم مختلفين مع الأب والأم في الآلة الثانية واتلقيت الشباب جايين مسافرين مسافات ألاف الأميال عشان يحضروا فرح صديقهم اللي لسه بابا وأنكل مختلفين مع بعض وشفتها أكثر من مرة الأطفال عندهم تسامح مطلق وإحنا عايزين نرجع في الحتة نرجع في توضحهم نرجع في ثقتهم لكلام أبيهم والانتكال عليه وطعته نرجع في البساطة الممزوجة بالحكمة نرجع في تقبل التعليم نرجع في التسامح المطلق نصير مثل الأطفال أيضا ودي نمر ستة في عدم الانتقام لأنفسهم يعني حتى لو واحد ضره أو أزاه الولد ممكن يتدايق يعمل حاجة ولكن عشان عارف إن بابا هو اللي بيحمي وابا هو اللي ممكن يعني يجيب له حقه يروح على الطول يروح يشتكي بابا دف اللي أنا عمل معي كذا وحا بقول للأولاد كذا حد دقيقت في حاجة مش يضربك تضربه شغلة مافيا عصابات مش بتاعت هنا ولأسف بعض الأباء والأمهات بيقولوا الولد يقول للبابا أو ماما أو يقول للأستاذ فلان أو طمت فلان أو لأبونا علشاء خاطر نشوف الحكاية مش إزاي وتتحل بسرعة ومن طبيعة الأطفال عدم الانتقام لنفسهم على طول يلجأ لأبوه أو لأمه وبص تلاقي واثقين إن بابا هجيب له حقه وماما هجيب له حقه واثقين إنه هو خلاص الموضوع هيتحل بدن بابا أخذ خبر في الموضوع المسيح قال لنا في الحتادي ارجعوا وصيروا مثل الأطفال واثقوا أن الله سيدافع عنكم وأنتم تصمتون نمر السبع النهاردة وآخر نقطة النهاردة نرجع ونصير مثل الأطفال لأن التفل ده بلا شهوة بلا طلب للمجد بلا حسد لما الطفل بيكبر شوية يخش في مرحلة الثلاثين أو الأدوليسنز يبتدي الشهوات تحرب لكن في الطفولة في براءة كاملة جدا في الطفولة في براءة كاملة جدا وفي الطفولة ما فيش الحتة بتاعت الشهوات دي ولا عندهم حكاية طلب المجد يعني مش هتلاقي طفل بالسن الصغير يقول من هو الأعظم ولا عندهم حكاية الحسد وممكن يكونوا متمتعين وفرحانين بالإمكانيات اللي الأب أو الأم بيدها لهم لما الخطورة لما الطفل ده بيكبر ممكن فعلا فيه شهوات بتحرب حتى الكتاب يقول بابولس الرسول بيقول هل تمساوس الأسقل أما الشهوات الشبابية فاكتنبها أوهرب منها ممكن الطفل ده لما يكبر ويبقى إنسان أدل يبتدي يبحث عن المجد زي ما التلاميذ وقعوا في الحكاية دي النهاردة من هو الأعظم كل اللي عملتوا معاك دوت وقال بغسر رجليكم وقال لكم تعلموا مني لأني وديعوا متواضع القلب علشان تعيشوا في حياة الاتضاع وبعد كده برضو مش عايشين فيها وبرضو ممكن الطفل ده لما يكبر يقع في موضوع الحسد ففي الجزئية دي المسيح يقول ارجعوا مثل الأطفال بلا شهوات بلا طلب للمجد وبلا حسد للآخرين أختم بعبارة القديس كيرولوس الكبير قديس كيرولوس عمود الدين الكنيسة دي باسم القديس أثاناسوس والقديس كيرولوس عمود الدين يقول ليكن سمونا في تواضعنا ومحبتنا في عدم محبتنا للمجد وليكن اشتياقنا مركزا فيما يسر الله وضعين في ذهننا ما يقوله الحكيم يشوع بن صراخ استصرون عزماء تتضعون بالأكثر فتجدون نعمة لدى الرب المسيح يقول لنا النهاردة إن لم ترجعوا وتصيروا مصل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات نرجع ونصير مصل الأطفال في تواضعهم في اتكلهم وطاعتهم وثقتهم نرجع زي الأطفال في البساطة الممزوجة بالحكمة نرجع مثل الأطفال في تقبل التعليم والتوجيه وفي التسامح المطلق وعدم الانتقام لأنفسنا ونرجع مثل الأطفال بلا شهوات وبلا طلب للمجد وبلا حسد ولربنا المجد الدائم إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر